عرفة بريطانية تتوقع من سيفوز بكأس العالم 2022 في قطر اهلا بكل متابعين ومشتركين كنات انا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقة التوقعات النهاردة هنتكلم عن عرفة بريطانية تدعي انها تتنبأ بالمستقبل باستخدام نبات الهيليون والعرفة دي اسمها جاميمة باكنغيتون تعتبر جاميمة باكنغيتون الوحيدة في العالم التي تستقرئ المستقبل برمي الهيليون في الهواء من خلال تفسير كيفية هبوط كل نبتة منها على الارض وسبق وان صادفت توقعات باكنغيتون ذات ال65 عام ما حدث خلال السنوات الماضية حينما اعلنت ان بريطانيا تتقرب من الاتحاد الاوروبي وقبلها تنبأت باقتاء تريزا ماي من منصب رئيس الوزراء وتخل الامير هاري وزوجاته ميغان ميركل عن العائلة المالكة قبل ان تتوقع وفاة الامير في لبن فما هي توقعاتها لـ 2022؟ هذا ما سوف تعرفوه في الفيديو بس قبل ما نبدأ الفيديو لو اول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشتركوا في القناة تفعل الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد وياريت ناول فيديو عجبكم لايك وكمنت وشير كشفت العرفة البريطانية عن توقعاتها العام 2022 والتي اجتملت على بعض الفضائح الملكية باستمرار بوريس جينسون في رئاسة الوزراء وفي عالم الرياضة تدعي باكن غيتون بأن منشستر سيتي لن يتوق بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكن منشستر يونايتد سيكون الحصان الاسود للبطولة وعلى مستوى كأس العالم لكرة القدم في قطر توقعت فوز كرواتيا باللقب وفي لعبة الكريكيت تتوقع باكن غيتون بفوز الهند الغربية ببطولة كأس العالم في استراليا بينما تدعي بأن فريق الراجبي الانجليزي سيحقق نجاحا رائعا في نهائيات كأس العالم في نيوزيلاندا وتوقعت باكن غيتون استمرار جونسون في منصب رئيس الوزراء في بريطانيا ومواجهة العائلة الملكة لحالة من الحزن وبعض الفضائح وتوقعت أيضا أن كيرل ستارمر لن يستمر في زعامة حزب العمال كما توقعت وفاة بعض أساتير فن الترفيه وفيما يتعلق بجائحة كورونا توقعت بقاء الفيروس بجميع متحوراته إلى الأبد مشيرة إلى أن البشر سيجدون طريقة للتكيف مع الفيروس واتفقون على ما فرضوا وأشارت إلى أن طريقة العيش الجديدة ستصبح هي القاعدة أي العمل من المنزل وما إلى ذلك مؤكدة أن الناس لن يقبلوا بعد الآن بالخدمات الرضيئة بحجة الجائحة ولفتت إلى أن أماكن الترفيه والرياضة ستجد طريقة للتغلب على الفيروس مع الحفاظ على أمان الجميع كما توقعت أنه سيتم إجراء مراجعة للمعايير التعليمية في بريطانيا كما سيتم التركيز بشكل أكبر على التدريب المحني وتنبأت بالعودة إلى الوقت الذي كان فيه السفر رفاهية غريبة مشيرة إلى أن أسعار بطاقة السفر ستعكس ذلك وتوقعت نهود الاقتصاد البريطاني حيث سيصبح منارة الإنجازات بين تلك الدول غير القادرة على السيطرة على اقتصادها وأشارت إلى أن التوترات الدولية ستستمر لكن سيتم تفادي الحروب وأعتقد أنها أخفقت في هذا التوقع لأننا شايفين الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وهي بتقول أن الدول هتتفادى الحرب أتوقعت أن يستمر تغيير المناخ وأن تعود موضة ركوب الدراجات وأن تصبح المقايدة توجها اقتصاديا جديدا ولفتت إلى أن القطاعات الزراعية ستتقدم بشكل جيد مشيرة إلى أنه سيتم الاعتراف بنبتة الهيليون على أنها النبتة الأفضل بالعالم جديد بالذكر أن بيكنجاتون دخلت عالم التنبؤات في عمر 8 سنوات حينما نشأت في مدينة باث في سومر ست وقالت أنها ورثت هذه العادة من عمتها المسنة التي كانت تقرأ أوراق الشاي ورغت بيكنجاتون أسلوبي لم يتغير وما زلت ألقي حراب الهيليون وأفسر الأنماط الموجودة فيها أن رؤية الأنماط بالنسبة لي هي لحظة ربما لأنني أمضيت سنوات من الممارسة وأردفت العرافة عادة ما أكون دقيقة بنسبة تتراوح بين 75% ل 90% مع تنبؤاتي أرجع توقعاتي كل عام أحيانا أحصل على واحد بعيد قليلا حيث لم أقرأه تماما بشكل صحيح لكن توقعي لا يكون بعيدا عما حدث وأكملت توقعت أن يصبح بوريس جينسون رئيسا للوزراء قبل أربع سنوات تقريبا من توليه وضحك الجميع على جواربه بكده انتهى فيديو النهاردة أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة بتشوفونا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد ويلت دعموني باللايك وصومنت والشيل للناس المهتمة بالتوقعات وقلوا لنا أي رأيكم في التوقعات في كومنت شكرا لكم وإلى اللقاء